إن الله عز وجل قد نبأنا من أخبار يهود ما يفضح مكائدهم ويكشف طبائعهم ويجلي سوآتهم فقد أخبر عنهم ربنا تبارك وتعالى وهو أعلم بهم بأنهم أهل مكر وخديعة وأهل كبر واستكبار وعلو وعتو وضلال وإضلال وصد عن سبيل الله يثيرون الفتن ويوقدون الحروب ويشعلون النيران ويكتمون الحق ويقتلون الأنبياء وقد سبوا الله عز وجل وشتموه وعادوا الملائكة الكرام ينقضون العهود ويخونون المواثيق ويكذبون في الكلام ولا تزال تطلع على خائنة منهم هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا ولذا حذرنا ربنا عز وجل من الركون إليهم أو اتخاذهم بطانة أو السعي من وراء خطواتهم انشغلت وسائل الإعلام في الكيان الصهيوني المحتل خلال الأيام الماضية بالحديث عن ولادة البقرة الحمراء التي تشير حسب زعمهم في المعتقد اليهودي المحرف الباطل تشير عندهم إلى نهاية العالم واقتراب يوم القيامة وبناء الهيكل الثالث المزعوم المفترى من المعروف عند كثيرين من اليهود أنهم يقدسون البقرة الحمراء تلك البقرة التي لا وجود لها في العالم حتى الآن ولذلك يفتشون عنها في كل مكان في العالم وما هي إلا في مكان واحد في خيالاتهم وأفكارهم وأوهامهم وأساطيرهم الوهمية وبحسب تفسيراتهم الضالة لما في التوراة أو ما حرفوه في التوراة فإن إقامة معبد اليهود على أنقاض المسجد الأقصى لا يمكن أن يحدث إلا بعد التطهير كما يزعمون نقف إخوة الإيمان مع قضية مسلمة فيما هو محرف عند اليهود لا تقبل النقاش ولا التفاوض ولا المساومة عقيدة متأصلة في نفوس أكثرهم غائرة في صدور أغلبهم عقيدة ما جاءوا إلى فلسطين واحتلوا أرضها إلا من أجلها عقيدة تضاد وتحاد وتنسف كل أحلام السلام والتعايش السلمي المزعوم المفترى المكذوبة إنها عقيدة يسعى اليهود الغاصبون المقتلون للأبرياء يسعون نحوها سعيا حثيثا ولو كانت على الأشلاء البريئة نسأل الله تعالى أن لا نرى هذه العقيدة تتحقق وأن يرحمنا بميتة تكون بطون الأرض لنا خيرا من أن نرى تحقق هذه العقيدة اليهودية الباطلة إنها عقيدة اليهود المحرفي في هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم المفترى المكذوب على أنقاضه فيعتقدون وهما وافتراء وكذبا أنه لا بد أن تولد بقرة حمراء حمارها خالص لا يوجد فيها شعرات بيضاء ولا سوداء ولا عيب فيها ثم بعد ثلاثة أعوام من عمرها تحرق حتى إذا كانت رمادا هذه المقرة الحمراء يتطهر اليهود برمادها ثم يشرعون في بناء الهيكل المزعوم لأن الهيكل في زعمهم وخيالاتهم لا يعمره بالعبادة إلا أناس متطهرون عليهم من الله ما يستحقون هؤلاء أهل النجاسة والقذارة يدعون الطهارة وهم أخبث وأنجس أهل الأرض ومن طقوسهم المزعومة المحرفة في هذا الهيكل المزعوم أن اليهود يصومون يوما معينا في السنة ويقولون هذا اليوم هو اليوم الذي هدم فيه الهيكل يعتقد حاخام اليهود أن ميلاد بقرة حمراء على أرض فلسطين المحتلة علامة من الله للبدء في طقس التطهير اليهودي القديم على حد زعمهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إنهم يفترون على الله ولا يبالون يكذبون ويقولون ببلوغ هذه البقرة الحمراء ثلاث سنوات يبدأ العمل لهدم الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم يزعم اليهود الباطلون أن هيكل سليمان عليه السلام موجود تحت المسجد الأقصى المبارك ويريدون إعادة بنائه من جديد هكذا يتوهمون رغم أن حفائرهم الأثرية منذ عشرات السنين لم تجد أي أثر للهيكل تحت المسجد الأقصى المبارك مما يؤكد على كذبهم وافترائهم يقول الحاخام شلومو بن إسحاق وهو من أقدم وأكبر مفسر التلمود المحرف المفترى عندهم وتعتبر كتبه مرجعا أساسيا في دراسة اليهودية قال يعتقد أن الهيكل الذي ينتظره اليهود سينزل من السماء مبنيا مع كامل التجهيزات ولن يضطر إلى المشاركة في عناء البناء كما حصل في بناء الهيكل الأول والثاني هذه الكلمات الباطلة يستوحيها الحاخام بن إسحاق من سفر الخروج حيث ورد أن الهيكل سيكون من صنع الله يفترون على الله ولا يبالون يعتبر الحاخام حننئيل زيني أنه في الآونة الأخيرة هناك وعي متنام فيما يخص قضية بناء الهيكل المزعوم طبعا إلا أن الوعي يقابل بحركة معارضة ضخمة من قبل الحاخامات وكبار علماء إسرائيل الذين يؤمنون بأن الهيكل سينزل من السماء والذين يرفضون أصلا دخول اليهود إلى ساحات الأقصى لأن ذلك محرم على اليهود حاليا يعتقد أن الدخول إلى الأقصى حرام حاليا أي إنه يراه جائز فيما بعد وقد أكد الحاخام في رسالته أن الدخول إلى جبل الهيكل هي مخالفة خطيرة عقابها الموت من السماء وهو عقاب إلهي شنيع بحسب التوراة المزعومة المحرفة لا شك لقد أفتل حاخام الأكبر لإسرائيل بتحريم دخولهم منطقة المسجد الأقصى المبارك وأنه يشترط في شريعتهم طهارة الشعب قبل السماح لهم بدخول الأقصى الذي يعبرون عنه بقولهم الصعود إلى جبل المعبد وطهارة الشعب عندهم تفرض وجود بقرة حمراء لها صفات معينة وشروط يستحيل وجودها أصلا وفكرة البقرة الحمراء المفترات المكذوبة ترجع فعليا إلى نصص المشنى وهي جزء من كتاب التلمود المفترة المكذوب المحرف والمحرف للتورا وتتلخص في ضرورة ظهور بقرة حمراء خالصة ليس فيها شعرتان من لون آخر ولم تستخدم لأي أعمال خدمة مطلقا ولم يوضع في رقبتها حبل وقد ربيت هذه البقرة في أرض إسرائيل وعندما تبلغ البقرة العامين يمكن استعمالها في عملية تطهير ينبغي أن تجري فوق جبل الزيتون في القدس مقابل المسجد الأقصى حيث يتم ذبحها بطريقة وتقوس خاصة ثم يتم حرقها بشعائر مخصوصة واستخدام رمادها في عملية تطهير الشعب اليهودي ويدعون ويزعمون ويكذبون أن عند ذلك فقط يصبح الشعب قادرا على السعود إلى بيت الرب أي المسجد الأقصى المبارك بعد أن أصبح طاهرا وهذا ما يفسر وضع هذه البقرات في مزرعة سرية فبمجرد أن يأتي شخص مثلا ويركب فوق ظهرها أو يضع في رقبتها حبلا ويجرها ولو مترا واحدا تصبح البقرة غير صالحة لإتمام هذه الطقوس ومما يثيره أهل الكتاب ويكثرون الكلام عنه معركة هرم جدون والبقرة الحمراء ويعتقدون أن جبل الهيكل المزعوم الذي يريده اليهود ويريدون بناءه مكان مسجد القدس لا يطهره إلا رماد البقرة الحمراء بعد إحراقها وهذه العقيدة الباطلة التي يعتقدها أغلب اليهود في البقرة الحمراء إما أن تكون مما كتابوه بأيديهم أو مما حرفوه أو مما له أصل ولكنهم ضلوا في تطبيقه وكل هذا لا يهمنا ولا ينبغي أصلا أن نشغل أنفسنا به لأن عندنا من الوحي الكريم ما يدلنا ويرشدنا ويهدينا بفضل الله ويبين لنا واجبنا وكيف نتعامل مع اليهود الغاصبين المجرمين وغيرهم وأن المعركة بيننا وبين اليهود قادمة لا محالة ففي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ورزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين